عالم من مصدر ديبلوماسي اليوم أن وفداً مغربياً يضم المدير العام للدراسات والمستندات محمد يسين المنصوري والمدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني عبداللطيف الحموشي أجرى أمس الاثنين بروم مباحثات مع مسؤولين إيطاليين سياسيين وأمنيين من المستوى الرفيع أضف المصدر ذاته أن المدير العام للدراسات المستندات والمدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني كان قد وصل إلى روما أول أمس الأحد وغادرها أمس الأثنين